تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد رهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو من العام الجاري والتي بلغت 196 ألف شكوى والطلب واستغاثة ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة وسرعة التفاعل معها وتنصيق مع الجهات الحكومية المعنية لبدل الجهود الممكنة لمعالجتها مؤكدا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتبعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها